بسم الله الرحمن الرحيم هذه الآية تبين أيضا سببا من أسباب سقوط وإنحراف بني إسرائيل وهو مخالفتهم لأحكام الله تبارك وتعالى واذكروا إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل الميثاق بمعنى العهد الشديد المؤكد أخذ الله منهم هذا العهد الشديد المؤكد على لسان الأنبياء شنو مفاد هذا العهد؟ مفاد هذا العهد يتشكل من ثمانية بنود أولا لا تعبدون إلا الله وحده العبادة خاصة بالله تبارك وتعالى وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله من شغلته عبادة الله عن مسألته أعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين وثانيا وأحسنوا بالوالدين إحسانا يعني واحد يحسن إلى أبيه وأمه وقد أولت هذه الآية في الروايات برسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل والديكم وأحقهما لشكركم محمد وعلي عليهم السلام وثالثا وأحسنوا إلى ذي القربة أحسنوا إلى أقربائكم وفي الحديث الشريف فهم من قراباتك من أبيك وأمك قيل لك اعرف حقهم كما أخذ به العهد على بني إسرائيل وأخذ عليكم معاشر أمة محمد صلى الله عليه وآله بمعرفة حق قرابات محمد صلى الله عليه وآله الذين هم الأمة بعده ومن يليهم بعد من خيار أهل دينهم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من رعى حق قرابات والديه أعطي في الجنة ألف درجة بعد ما بين الدرجتين حضر الفرس الجواد المضمر مائة ألف سنة إحدى الدرجات من فضة والأخرى من ذهب والأخرى من لؤلؤ والأخرى من زمرد وأخرى من زبرجد وأخرى من ميسك وأخرى من عنبر وأخرى من كافور وتلك الدرجات من هذه الأصناف ومن رعى حق قرب محمد وعلي أعطي من فضائل الدرجات وزيادة المثوبات على قدر زيادة فضل محمد وعلي عليهم السلام على أبوي نسبه ورابعا أحسنوا إلى اليتامى الذين ما توالدهم وفي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله حث الله عز وجل على بر اليتامى لانقطاعهم عن آبائهم فمن صانهم صانه الله ومن أكرمهم أكرمه الله ومن مسح يده برأس يتيم رفقا به جعل الله له في الجنة بكل شعرة مرت تحت يده قصرا أوسع من الدنيا بما فيها وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون ومن مصادق اليتيم الشخص الذي انقطع عن إمامه بل هو أشد حالا من يتيم الأب ففي الحديث الشريف وأشد من يتم هذا اليتيم يتيم ينقطع عن إمامه لا يقدر على الوصول إليه ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلي به من شرائع دينه ألاف من كان من شيعتنا عالما بعلومنا وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجره ألاف من هداه وأرشده وعلمه شريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى خامسا وأحسنوا إلى المساكين وهم الفقراء وفي الحديث الشريف في تفسير المساكين فهو من سكن الضر والفقر حركته ألاف من واساهم بحواش ماله واسعى الله عليه جنانه وعناله غفرانه ورضوانه سادسا وقولوا للناس حسنا قولوا لهم قولا حسنا وهذا يشمل جميع أنواع الكلام الحسن ومنها الأمر بالمعروف ومنها النهي عن المنكر ومنها الإرشاد ومنها رد الاعتداء بالتي هي أحسن وفي الحديث عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم فإن الله عز وجل يبغض اللعان السباب الطعان على المؤمنين الفاحش المتفحش السائل الملحف ويحب الحي الحليم العفيف المتعفف وعن الصادق عليه السلام وقولوا للناس كلهم حسنا مؤمنهم ومخالفهم أما المؤمنون فيبسط لهم وجهه وأما المخالفون فيكلمهم بالمدارات لاجتذابهم إلى الإيمان فإن ييأس من ذلك يكف شرورهم عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين سابعا وأقيم الصلاة ثامنا وآت الزكاة الصلاة والزكاة كانت في الأمم السابقة ولكن لم تكن بالشكل الموجود فعلا في هذه الأمة كانت لهم طريقة خاصة في إقامة الصلاة وإيطاء الزكاة مخصوصة بشريعتهم وفي الحديث الشريف فهو أقيم الصلاة بتمام ركوعها وسجودها ومواقيتها وأداء حقوقها التي إذا لم تعد لم يتقبلها رب الخلائق أتدرون ما تلك الحقوق فهي إتباعها بالصلاة على محمد وعلي وآلهما منطويا على الاعتقاد بأنهم أفضلوا خيارة الله والقوام بحقوق الله والأنصار لدين الله وفي الحديث الشريف وآت الزكاة من المال والجاه وقوة البدن فمن المال مواساة إخوانك المؤمنين ومن الجاه إيصالهم إلى ما يتقاعسون عنه لضعفهم عن حوائجهم المترددة في صدورهم وبالقوة معونة أخ لك قد سقط حماره أو جمله في صحراء أو طريق وهو يستغيث فلا يغاث تعينه حتى يحمل عليه متاعه وتركبه وتنهضه حتى يلحق القافلة وأنت في ذلك كله معتقد لموالاة محمد وعليه الطيبين فإن الله يزكي أعمالك ويضاعفها بموالاتك لهم وبراءتك من أعدائهم هذه الموارد الثمانية أخذ الله من بني إسرائيل عهدا مؤكدا أن يلتزموا بها ولكنهم لم يلتزموا ثم توليتم يعني أعراضتم نعم هناك جمع قليل من المؤمنين التزموا بهذه المواثيق في تلك الأزمنة السابقة كما أن هناك جماعة قليلة منهم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله والتزموا بهذه المواثيق ثم توليتم إلا قليلا منكم أولئك الذين عملوا بأوامر الله تبارك وتعالى ممن ثبت على الإيمان والعاهد وأنتم معرضون عن أوامر الله تبارك وتعالى وهذا التأكيد للعبارة السابقة ثم توليتم لأن توليتم بمعنى أعراضتم وأنتم معرضون يأتي تأكيدا لذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين